بعد شهرين من الانقطاع ودون أي تقدم انتهت اجتماعات اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة الانتشار بعد أن استمرت ليومين على متن سفينة أممية في المياه الدولية قبالة موانئ الحديدة لجنة التنسيق الأممية بقيادة مايكل لوليسجارد أصدرت بياناً في ختام الاجتماعات اعترف بفشل الاتفاق حول مسألة قوات الأمن والسلطة المحلية والموارد المالية في الموانئ وأكد أن أعمال اللجنة التقنية انتهت بانتظار قرار القيادات السياسية للطرفين للمباشرة بالتنفيذ البيان أشار إلى مسائل علقة بين الطرفين يجب معالجتها سياسياً وأحيلت إلى المبعوث الأممي مارتين غريفيث لبحثها مع الحكومة الشرعية وقيادة الحوثيين وبالتزامن مع هذه اللقاءات أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع التمديد لعمل البعثة الأممية في الحديدة ستة أشهر إضافية ليتحقق بذلك الهدف الحقيقي وراء تحركات غريفيث في هذا التوقيت والذي وصل العاصمة السعودية الرياض صباح الاثنين والتقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وبحث معه سبل إبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية في إشارة إلى الأزمة المتصاعدة في الخليج بين واشنطن وطهران ومن المتوقع أن يلتقي غريفيث رئيس الحكومة اليمنية ونائب الرئيس علي محسن الأحمر قبل التوجه إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء قيادات جماعة الحوثي في محاولة يائسة للدفع نحو تقدم ملموس في الحديدة يوقف تصاعد القتال هناك ويطيء الترتيبات التي تجريها السعودية بعد انسحاب أبو ظبي وتسليمها قيادة العمليات في الساحل الغربي على الأرض صاحب التحركات الأممية تصاعداً واضحاً للقتال داخل مدينة الحديدة ومديريتي حيس والتحيطة جنوباً وسط تعزيزات عسكرية دفعت بها جماعة الحوثي وهو تصعيد يناقض حديث الفريق الأممي بقيادة لوليسغارد عن اتفاق على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة قريباً لكن هذه الخطوة لن تتم بحسب مراقبين ما لم يسبق تنفيذ عملية الانسحاب وإعادة الانتشار تحت إشراف الرقابة الثلاثية والاتفاق على مسائل السلطة المحلية والأمن في الموانئ ما يعني أن الحديدة ستعيش مرحلة جديدة من المعمع بين الحرب والسلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة